السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة عن الاصدار الحديث من ثري بوينت ثيرتي فايف. وهنعمل ان شاء الله دليل كامل وشامل لاهم التحديثات. وصدقني انت مش هتحتاج اكتر من الفيديو ده عشان تعرف ايه اللي حصل. اه الحقيقة انا متشوق ليه جدا لانه اه التحديث ده مليان حاجات كويسة جدا انا كنت منتظرها. اه وطبعا انت هتلاحظ ان انا مش بنشر في كل النسخ. انا بنشر في النسخ المهمة. بص هنا في قد ايه? اه الف مية وتمانية تحسين تم مية تمانية وستين مطور تسعة وتلاتين مساهم جديد. طب هنغطي ايه? هنغطي الهوتر لوت بقى على الويب. هنغطي الويتجت بريفيوز اللي انا كنت كلمتوكو عنها قبل كده اقولتلكم انا منتظرها. لو انت بتباني على القناة. ودي مفاجأة بالنسبة لي الحقيقة في اه فلاتر ويهمك انك تعرفها لان دي هتغير شغلك قدام. وده انتباه مهم جدا عشان تاخد بالك في التكامل اللي هيحصل ما بين الزكاء الاصطناعية وما بين فلاتر. التحسين اللي تم بنسبة خمسين في المية في السرعة. الجديدة الجهزة اللي هتسهل عليك شغلك. صدقني انا متشوق جدا اكلمك على الاصدار ده. فتابع معايا. وما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل. انا بيكو مرة تانية الجزء الاول من كلامنا هيبقى عن تطوير ويب اسرع واكثر انتاجية. طبعا احنا اتكلمنا كتير في الفيديوهات السابقة عن الويب اسيمبلي وان هو فعلا المستقبل. وتاني بكرر لك هو استعد ده مستقبل الويب. لاسباب كتير نقشناها قبل كده. اه طبعا هي عبرة عن الويب اسيمبلي تقنية حديثة. الهدف منها انها هي اسرع من الجافا سكريبت فبتمكن التطبيقات انها تشتغل بشكل اسرع واكثر تعقيدا. وفلاتر الحقيقة متأخرتش ودعمتها يعني هي بتدعمها من فترة. ولكن الجديد في فلاتر ثري بوين ثيرتي فايف هو ان هو بقى بيقدر يقوم بفحص تطبيقك تلقائيا في كل عملية بناء بيلد يعني عشان يقدر من خلالها يشوف مدى جاهزية التطبيق بتاعك للوسم. اللي هو الاختصار بتاع ويب اسيمبلي. وكمان يقول لك اذا كان الكود بتاعك جاهز ومتوافق مع تقنية الوسم ولا لا. وينبهك لو في اي مشاكل محتملة عشان تصلحها مبكرا. وده الكود اللي انت تقدر او الفلاج اللي مع الكود اللي تقدر تستخدمه. فانت هتقول وبعدين تحط الفلاج بتاعه اسم وتقدر من خلاله انك تجري عملية التحقق. تاني الفايدة ليك هو ان هو بيجهز التطبيق بتاعك عشان يكون اسرع في تطبيقات الويب مستقبليا ويكون بيسبورتها بدون مجهود اضافي. ايضا معانا الستيدفول هوت ريلود. وده طبعا كان موجود ولكن اللي جد في الموضوع هو انه بقى افتراضيا على الويب. اه واللي ما يعرفش الستيدفول هوت ريلود او ما استخدموش قبل كده انت. اه كل الحكاية انك انت قبل التحديث كنت بتحتاج انك تعمل اه اف خمسة مع كل تعديل. وطبعا اللي بيحصل انه البيانات اللي كانت موجودة بتضيع. والوقت طبعا كمان كان بديعه. ولكن اللي حصل بعد التحديث انك انت لما تعدل الكود ويدوس حفظ هو بتشوف اه التغيير لانه هو بيعمل استيدفول اه خود ريلود بيعمل اه ريستارت يعني اوتوماتيك. البيانات بتبقى محفوظة وبيوفر عليك وقت كبير جدا. يعني تخيل مثلا كمثال عملي انك انت بتصمم صفحة تسجيل دخول. قبل كل تعديل مثلا في لون زر معين كان بيتطلب منك ان انت تكتب الايميل والباسورد. دلوقتي من غير ما اتغير ومن غير ما النموذج دون كل مرة تملاه هتلاقي اوتوماتيك اه بيحدث. فده مش ديفولت في الويب دلوقتي بقى موجود. الجزء التاني اللي هنتكلم عنه هو ادوات قوية لزيادة انتجيتك. اتكلمنا عن الودجت بريفيوز قبل كده ويعني ببساطة جديدة هي هدفها انك تشوف تصميمك قبل ما تعمل رانينج. قبل ما تعمل رانينج لي. يعني تقدر تجربه. تخيلها كده انك انت عندك غرفة قياس لملابس افتراضية بتقدر تجرب بها تصميماتك. اه الطريقة القديمة والطريقة الجديدة. الطريقة القديمة انت كنت بتكتب الكود بتاع الودجت بتشغل التطبيق كله بتعمله ران تستنى لما يقوم كله. وبعدين تروح للصفحة المطلوبة تشوف النتيجة وتكرر العملية مع كل تغيير. طيب ده بيستهلك وقت. الطريقة الجديدة انت بتشوف بتعاين الودجت الفورية بشكل لحظي خد من كلمة لحظي. في شاشة منفصلة ومعروضة باشكال مختلفة في نفس الوقت. يعني تقدر تشوفها مسلا على حجم الايفون آآ فورتين على الايباد. تقدر تشوف الوضع اللي هو الدرك مود. الوضع اللي هو اللايت مود. آآ الفايدة انك انت هتوفر ساعات طويلة جدا من وقت تصميم وتجربة الواجهات. طيب. آآ برضو في الجزء التاني اللي هو بتاع ادوات قوية اللي زيادة انتاجيتك. حين بقى هنلاحز موضوع الام سي بي سيرفر. طبعا لو انت مش متابع الزجاة الصناعة ممكن اعمل لك فيديو بس اكتب لي في الكومنت لو انت محتاج الفيديو ده. آآ اشرح لك الام سي بي والثورة اللي هو عملها في آآ الكونيكشنز ما بين التولز وبعضها وفيها اللي هيغير شكل الصناعة بقى سواء كنت شغال في الفلوتر او غيرها. آآ لكن باختصار شديد انت هتقدر من خلال آآ انك تتواصل مع الادوات المدعومة بتاعت زي فاير بيز ستوديو كيرسر آآ جيت هاب كوبايلوت جيميناي كود اسست انك انت تكتب لها اوامر من النوع ده مسلا اعمل لي كزا احل لي المشكلة الفلينية زبط لي باكتج للانيميشن اعمل لي باليديشن للوجين سكرين بتكتب لها اوامر وهي بتصرع بشكل هائل جدا عملية كتابة الكود وحل المشكلات وعن طريق الكونيكشن مع الامسي بي سيرفر فدي نقلة نوعية كمان من ضمن الادوات القوية لزيادة انتجيتك آآ عملية تحليل الكود اللي بيقوم بيها الفي اس كود مسلا او الاندرويد ستوديو واتفر الاي دي اللي انت بتستخدمه بقت اسرع فانت لما تيجي تقول له مسلا قبل كده كان بياخد اتنين ونص ثانية لما تيجي بالامر بتاع بقى آآ يعني تمانية من عشرة ثانية تمن ثواني بقى اربع ثواني ست ثواني بقى ثلاث ثواني واخدين بالك يا جماعة بصوا في سرعة اللي في استهداف انه يخلي يعني بتاعك بقى يبقى اسرع وافضل واكتر انتاجية عشان يساعدك انك تنجز ولسه قبلها موضوع الزكاء للصنع طيب الثالث اللي هو آآ بقى فيه جديدة جهزة عشان تسرع عليك شغلك آآ طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا الماتيريال والكوبرتينو آآ ده للاندرويد وده للاي او اس بقى فيه جديدة زي مثلا دروب داون منيو فورم فيلد دي زي قائمة منسادة لكده احترافية بتبقى مرتبطة بالماتيريال ثري اللي هو الاصدار الحديث من آآ الاندرويد الكوبرتينو دي زي قائمة كده آآ للاي او اس قابلة للطاي قد بال حضرتك قابلة للطاي ده معناه ايه معناه ان الاجهزة اللي آآ بتتقفل وتتفتح اللي هي بقت ثورة دلوقتي وشركة زي واوي او هواوي واطفر انت عايز تسميها ازاي او سامسونج وغيرها بدأت تستهدف النوعية دي من الاجهزة فهما بيستعدوا لها من دلوقتي وبرضو آآ ده برضو بيضيف عدد كبير من العناصر في قائمة التنقل الجانبية مع امكانات التمرير في تحسينات بصرية حصلت يعني بتبقى خاصة اكتر للناس اللي بيشتغلوا على اي او اس لان هم يعني حساسين قوي للديزاين والجماليات فلما تيجي تعمل لهم تطبيق بفلتر الفلتر بتراعيهم في الحتة دي وبتحسن لهم تجربة المستخدم بشكل عام وهو ده دايما في كل نسخة تلاقي في تحسينات اللي بتوع الاي او اس مدلعينهم اوي اه كمان اه موضوع الهابتك فيدباك ده عشان موضوع الاهتزاز في التفاعل وغيرها يعني دي دي من التحسينات على اي او اس الفايدة ايه الفايدة ان انت بتحسن برضو الواجهات بتحسن اه من تجربة المستخدم بحيس ان انت متعودش كل مرة عايز تعمل حاجة من الحاجات دي تيعد بناءها من الصفر وكمان عشان لو انت بتستهدم بتوع الاي او اس يحسوا انك لما تعمل تطبيق بفلتر مش غريب عن التطبيقات المعمولة نيتف طيب ايه كمان الجزء الرابع وده بقى نظرة على المستقبل وركز معي بقى وبنلاع عليك عايزك تفوكس قوي الفترة اللي فاتت من ساقت ما بدأ فلتر احنا كان عندنا اه مشروع فلتر دا ككل داخل في مكتبات خاصة بالديزاين اللي هي بتاعة الماتريال والكوبرتينو فهو قالك انا حاسس ان انا رابط رابط المكتبات دي بالفريمورك وده بحد ذاته واخد جزء كبير جدا من مجهودي ووقتي في تطوير الفريمورك نفسه فقالك ماذا لو حولنا الباكتج زي اي باكتج مثلا زي ما احنا عندنا باكتج التست زي ما احنا عندنا باكتج للماب جوجل مابس واتيفر وزي ما في حاجات اصلا غيرها كتيرة حتى في الفيمينج موجودة ليه ما نحاولوش الباكتج وبالتالي هصرع عملية التحديث لان انا هبقى مركز على الفريمورك نفسه وهخلي التطوير لانه يخدوا بالكو الديزاين بطبيعته بيتغير بشكل سريع جدا وهما حاسين ان هما مش قادرين يواكبوا على تحسين فلوتر كفريمورك وتحسين اللي هي بتاعت الماتيريا والكوبرتينو وكل واحد من دول لي الجيش بتاعه في الجيش بتاع الاي او اس بيقولك انا ومن بعد الطفان وفي ناس بتوع اندرويد بيقولهم بس يا مغفلين فقالك طب ماذا لو انا فصلتهم لمكتبات منفاصلة وخليت فيك هيبقى فيه كونتربيوشن اكبر بكتير وهيبقى فيه فوكسينج وكمان هيبقى الكور بتاع الفريمورك اكثر استقرارا استقرار اعلى وقوة وهيركز على الاداء والرسوميات الجرافيك اللي بيحصل بهاينزا سين عشان كده يقلل من مشاكل الترقية فده ده هيحصل تدريجيا خلال سنة خمسة وعشرين وهل هيؤثر الان لا مش هيأثر على كودك الحالي هيشتغل زي ما هو ولكن الديكابلينج للي ما يعرفش اقرى فيه المبادئ بتاعتها من اهم المبادئ بتاعتها الديكابلينج فاقرى عن الديكابلينج طيب الجزء الخامس تحسينات فريمورك فلوتر العميقة هم عملوا بهايند زا سين كده في قلب الكور بتاعه شوية تحسينات اول حاجة في الاجسي سي بيليتي خدوا بالكو اما اقول اكسي سي بيليتي يعني زو الاحتياجات الخاصة اخوانا متحدين الاعاقة دول هيبقى ليهم تحسينات كبيرة لان هم بيراعوا ان الناس دي ممكن تستخدم تطبيقات من بتاعتنا فمعندوش المرونة اللي عندك في الرؤية وفي اللي انك تقلب وتشوفه كده فدول عملوهم شوية تحسينات انا بلخص لكم مش همسك لكم خاصية خاصية واحدة اقول اسمها كزا وبتاعه انا بقديك الخلاصة عملوا تحسينات فيها وبالتالي حاجات زي المسال الفويس اوفر زي التوك باك في الاندرويد وهكده وصلحوا بعض المشاكل فيها تحكم في التمرير انا احنا يعني في حاجة خاصية كده معروفة في الاسمها الزيت اردر انك انت طبقات لما تيجي تعمل طبقة فوق طبقة نفس القصة برضو لو انت عايز طبقات فوق بعضها بقى فيه امكانية للتحكم فيها بشكل صريح وسهر في التعامل وبالتالي لو انت جيت تعمل حاجة فيها اللي هو الطفو دي اللي هي ستيكي هيدر هتلاقي فيه تأثيرات متقدمة جدا وبتتعمل بشكل صحيح وافضل كمان في النافجيشن والفورمس عملوا شوية تحسينات عليها وضافوا خصائص جديدة زي الفول سكرين ديالوج والان ريسيت كلباك الفايدة ايه مرونة اكبر في التحكم بسلوك النمازج نفسها الفورمس يعني والنافجيشن اللي هو التنقل ما بين الشاشات وبعضها الجزء السادس تحسينات في الاداء واستقرار احنا كده دخلنا بقى في ايه في الانجين بتاع فلوتر اللي بيرندر فلوتر عملوا تحسينات كويسة جدا عليه عشان تخليه افضل بداياتا الانيشيشن بتاع الثريد لو انت ما تعرفش الثريد ايه هو فانت لازم بقى تاخد الكورس بتاع دارة اللي انا عمله عشان انا مفصل في اوي اه اه هو انا بسوق للكورس بتاع فبالتالي هيقلل من وقت نسبة الانيشيشن بنسبة من عشرين لتلاتين في المية فده حاجة عظيمة جدا اه ليه لانك انت الاثريد ده وظيفته ايه انك انت في المين ثريد وده اللي بيبقى حاليه الرندر بتاع التطبيق الكل وفيه انك انت يبقى عندك اه يعني ثريد مختلف عشان لو عايز تعمل اي اه هيفي بروسيسنج فبالتالي اه انت الانيشيشن بتاعه ده هيبقى اخفب من عشرين لتلاتين في المية فطبعا تحسين اعلى الامبلر وده محرك الرسومات الجديد بتاعهم كان ولو تفتكر تاني اتكلمنا عنه في الفيديوهات السابقة كان فيه الواسكاي انجين واتنقلوا لامبلر وده من اختراعهم هم اللي عملوه عملوا تحسينات كبيرة جدا في الاداة وفي استهلاك الزاكرة في رسومات رندرت الرسومات بقيت انعم وده عمل جيبيوز الجديدة والمشاكل والناس اللي كانت بتعمل تطبيقات انا من الناس اللي عانت موضوع ده الفيديو بلاير كان فيه مشاكل فيه وكراشنج كتير فيه موضوع الفيديو بلاير كل ده اتحسن بشكل كبير جدا وبالتالي اه قدام هيبقى تطبيقات البث المباشر والريكوردينج ومشاهدة الفيديوهات هتبقى اسرع وافضل عملوا اه اصلاحات في الاي او اس مسلا في اه اه في اندرويد اه في دعم ل اه اه خمسة وتلاتين في نقطة حماية المحتوى الحساس عند مشاركة الشاشة يعني ما تيجي تعمل سكرين شوت وانت عايز تعمل حماية دي كانت الدعم ده كان موجود في اي بقى اي خمسة وتلاتين وهم خلاص وفروا اه كمان دعم الماك او اس التطبيقات بتاعتها بقت افضل في الالوان يبقى النتيجة الخلاصة تجربة استخدام اسرع واكسر اه سلاسل مستخدم النهائي تحديثات بقى مهمة اخد بالك اه انا عامل لك او قال ارتهو عشان فيه تعديلات خطيرة لازم تاخد بالك من انه رفع الحد الادنى لاندرويد اس دي كي كان الاول اه واحد وعشرين بقى الاقل دلوقتي اقل حاجة هي اربعة وعشرين وادوات اللي هي اخد بالك عشان اه ايت بوينت سيفن بوينت زيرو ولازم تتأكد من انه جافا سبعتاشر موجود عندك اه ممكن تكتب الكوماند لاين ده جافا وتعمل داش فيرجان وتتأكد من الفرجان لو هو قبل كده اتحدثه طيب خلاصة سريعا للمبتدئين مرة تانية نقولها احنا عندنا الهوتريلود على اه بقى على الويب متوفر على الويب اه كان هو متوفر قبل كده بس الحمد لله بقى متوفر على الويب كمان فيسهل علينا وانا عن نفسي عملت تطبيقات بالويب ده هيوفر عليه وقته مجهود كبير جدا الودجت برفيوز عشان تشوف التصميمات بتاعتك فورا وباشكال مختلفة الاي اي انتجريشن وافتكره الام سي بي سيرفر عشان يخلي الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في كتابة الكود ويحللك المشاكل اللي بتحصل الكمبونانس الجديدة وتناقشناها عشان تسهل عليك استخدام التطبيقات والاداء الاسرع سواء في الاي اي دي اي او في الاوامر بتاعتك او حتى في الانجين الكور انجين بتاعه عشان تديك تجربة تطوير افضل وتطبيقات اسرع وطبعا لو عايز تجرب هتجرب بفلوتر افجريد بس تحذير ما تعملش افجريد اللي لما تكون مستعد له ويفضل انا مدي طريقة معينة باشوفها في فيديو قبل كده بتقول لك ازاي تقدر تعمل افجريد بامان تام الخاتمة ايه رأيك في التحديث انا عايز اعرف رأيك ولو استفدت ما تنساش بقى اللايك الجميل واكتب لي تعليق عن اكتر ميزة في التعليقات اللي انا في المزايا اللي انا قلتها لك دي عجبتك واشترك بقى عشان المزيد من الشروحات ان شاء الله تنزلك وتابعنا على التليجرام عشان ان شاء الله انا ناوي اعمل الكورس بتاعي قريب وان شاء الله هيبقى فيه فورم تسجيل وهتبقى لمتت جدا عشان انا هاخد اعداد محددة في فلوتر شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته